فاز منتخبنا الوطني بكأس المركز الأول في بطولة العالم لسنوكر فئة الأساتذة التي اختتمت يوم أمس في العاصمة القطرية الدوحة وحق منتخبنا الوطني لقبه من خلال انتصاره على منتخب بلجيكا بأربعة أشواط مقابل ثلاثة أشواط سجلت مملكة البحرين اسمها في لوحة الشرف لأبطال العالم لسنوكر وذلك بفوز منتخبنا الوطني المكون من بطل العالم حبيب صباح وهشام الصقر من فئة الأساتذة بكأس المركز الأول من خلال انتصاره على منتخب بلجيكا بأربعة أشواط مقابل ثلاثة أشواط في البطورة التي اختتمت أمس في الدوحة والتي حسمها أبطال البحرين في الشوط الفاصل وتأهل منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أفغانستان بأربعة أشواط دون مقابل وقبلها تغلب على منتخب ويلز في ربع النهاء بأربعة أشواط مقابل شوطين وفي الدور التمهيدي تصدر منتخبنا الوطني مجموعته بثلاث انتصارات على العراق وويلز وقطر وتواصلت إنجازات منتخب السنوكر في البطولة بحصول نجم منتخبنا الوطني حبيب صباح على كأس أعلى معدل في البطولة وبذلك فغضم منتخب السنوكر الميدالية الذهبية الثانية إلى ذهبية بطل العالم للسنوكر في مسابقة الفردي التي أحرزها حبيب صباح ترجمة نانسي قنقر